لماذا يحبك الناس؟ اختبار للشخصية لماذا يحبونك الناس؟ هل أنت لديك ضحكة جميلة؟ أم أنك تتمتع بجسد قوي أو حس الفكاهة الذي يجعل العديد يضحكون بشدة وأنت معهم؟ جميعنا لدينا شيء ما يجعلنا مميزين ويجعل البقية يقاعون في حبنا لذا يجب عليك أن تعرف ما هي الأشياء التي تجعل الغير يحبونك ولماذا وحينها ستجد أنك قادرا على إمتاعهم أكثر والحصول على قدر أكبر من الحب لذا سنعرض عليكم اختبارا يساعدكم على معرفة تحليل شخصيتك بسهولة كل ما عليك هو أن تقوم بالإجابة على عشرة أسئلة في غضون عشرة ثوان فقط ولا تفكر في أن تزيف الإجابة وفي النهاية سنعرض عليك عدد النقاط المحددة لكل إجابة وما عليك سوى أن تحصي في النهاية عدد النقاط وستعرف من خلالها شخصيتك لذا هيا بنا نبدأ الاختبار لو أنك حصلت على العدد الأخير للمجلة التي تفضلها أي قسم من أقسامها ستتصفحه في البداية ألف الموضة والميكاب أنا دوما أهتم بكل الأشياء الجديدة حتى أظهر في أجمل مظهر ممكن باء العلاقات والنصائح النفسية فأنا دوما أهتم بفهم الآخرين ومعرفة كل ما يشعرون به ولا يخبرونني به جيم السفر فأنا أريد معرفة أماكن جديدة حتى أقضي فيها عطلة القادمة السياسة والأعمال فهذا ما يهمني بكثرة اختر الإجابة التي تعبر عن رأيك قبل انتهاء الوقت المحدد ألف أربعين نقطة باء عشرة نقاط جيم عشرين نقطة دال ثلاثون نقطة ما الذي تشعر به عندما تتحدث أمام العامة؟ ألف أنا قادر على القيام بهذا الشيء حينما يكون متاحا للضرورة باء لن أفعل هذا أبدا فأنا أشعر بالخجل ولا أتذكر ما يجب أن أقوله جيم أنا أعشق هذا الأمر جدا فكلما أشعر باهتمام الكثير حولي كلما تحصنت حالتي دال سأفعلها حتى يتمكن الجميع من معرفة مشاكلي اختر الإجابة التي تعبر عن رأيك قبل انتهاء الوقت المحدد ألف عشرة نقاط باء ثلاثون نقطة جيم عشرون نقطة دال أربعون نقطة أصدقاؤك يصفونك على أنك ألف شخص يمكنك الاعتماد عليه دوما فأنت دوما تساعد ولا تطلب مقابل باء تبث روحة في أي حفلة فأنت تساعد الكل على الرقص والضحك والشعور بالمرح جيم اجتماعي جميل فأنت تحب أن تشعر بأنك محبوب والكل يهتم بك دال أنت شخص ممتاز حيث دوما تفعل أفعال سليمة وتتوقع السليمة من الكل اختر الإجابة التي تعبر عن رأيك قبل انتهاء الوقت المحدد ألف عشرة نقاط باء عشرون نقطة جيم أربعون نقطة دال ثلاثون نقطة أي من هذه الأشياء تصيبك بالضجر ألف الأشخاص الذين يتأخرون عن موعدهم حينما نكون على موعد عمل أو للذهب للمقهى فهذا ينفض صبري باء السعال دون تغطية الفم جيم الأشخاص المهوسين بمواقع التواصل الاجتماعي حيث أن كل ما يهمهمه عدد المتابعين والإعجابات التي يحصلون عليها كل يوم دال الخطأ في كتابة أو نطق اسمك خاصة لو أدى هذا لضياع فرصة عمل منك اختر الإجابة التي تعبر عن رأيك قبل انتهاء الوقت المحدد ألف ثلاثون نقطة باء أربعون نقطة جيم عشرة نقاط دال عشرون نقطة لو كنت تنوي طلاء غرفتك ما هو اللون الذي ستختاره؟ ألف أبيض أو رمادي فأنا شخص بسيط ولا أحب الأضواء باء بنفسجي وأصفر وبرتقالي وأحمر فأنا لن أختار لونا واحدا فقط جيم أنا أفضل اختيار شيء مرح ومختلف وذو ذوق مميز دال سأسأل عائلتي أولا حتى لو كانت غرفتي سأستشيرهم في هذا الأمر اختر الإجابة التي تعبر عن رأيك قبل انتهاء الوقت المحدد لو كنت حلوى ماذا سترغب أن تكون؟ ألف فطيرة التفاح فهي كلاسيكية وقديمة وجميلة باء بسكويت السوداني فهو مالح ومقرمش جيم عصير سموزي فهو صحي ومفيد دال آيس كريم بالشوكولاتة من لا يحبه؟ اختر الإجابة التي تعبر عن رأيك قبل انتهاء الوقت المحدد ألف عشرة نقاط باء عشرون نقطة جيم ثلاثون نقطة دال أربعون نقطة هل أنت كائن انطوائي أم أنك كائن اجدماعي؟ ألف أنا انطوائي مئة بالمئة فأنا أحب المكثة بمفردي أو معي الكتب باء أنا اجدماعي مئة بالمئة فأنا أعشق المكوثة مع الآخرين جيم أميل أكثر الاجدماعية فأنا أحب أن أكون مع الآخرين ولكن في الليل أفضل المكوثة في المنزل دال أميل أكثر للانطوائية فأنا أفضل أغلب الوقت أن أكون بمفردي اختر الإجابة التي تعبر عن رأيك قبل انتهاء الوقت المحدد صديقك يخبرك أنه يريدك في شيء طارئ لكنك مشغول الآن في عمل هام ما الذي ستفعله؟ ألف أن أقف معه جيم سأحاول عمل الاثنين معا حيث أنهي أكبر قدر من العمل وأذهب لصديقي دال سأطلب من شخص آخر مساعدة صديقي اختر الإجابة التي تعبر عن رأيك قبل انتهاء الوقت المحدد بينما أنت تجلس في مطعم وتتناول وجبة ما رأيت شخصا ما لطيفا ينظر لك ويبتسم ما الذي ستفعله؟ ألف سأقترب منه فأنا لا أشعر بالخجل باء سأنتظره حتى يقترب مني فأنا لم أبتسم له في البداية بل هو جيم سأبتسم وألويح له بيدي دال سأغادر لأنه من الممكن أن يكون شخصا مريب اختر الإجابة التي تعبر عن رأيك قبل انتهاء الوقت المحدد ألف عشرون نقطة باء أربعون نقطة جيم عشرة نقاط دال ثلاثون نقطة ما هو أكثر شيء مهم لك في حياتك في العلاقات الرومانسية؟ ألف الاستقرار حيث أنني أبحث عن زوجة وأولاد وحياة هادئة باء المرح فأنا أريد شخصا يشاركني السعادة والمغامرات حتى لا نشعر بالملل جيم الاهتمام والمعاملة الجيدة فأنا أريد أن يعلم الجميع أننا زوجان سعيدان وسأنشر كل ذكرى لنا على مواقع التواصل دال أن ننمو معا حتى نحقق نجاحا هاما في حياتنا اختر الإجابة التي تعبر عن رأيك قبل انتهاء الوقت المحدد عليك الآن أن تقوم بجمع النقاط التي حصلت عليها من كل إجابة اخترتها لو كانت إجابتك تتراوح ما بين 100 إلى 170 فكل شخص يحبك لطبيعتك والكل يعلم أنه يمكن الاعتماد عليك في كافة المجالات ولكنك غير قادر على إصدار قرارات سريعة أو التعامل مع الحالة الطارئة لذا كن على حرص في المرة القادمة من هذا الشيء لو كانت إجابتك تتراوح ما بين 180 إلى 250 فأنت لديك حس فكاهي لا مثيل له كما أنك لا تعرف معنى الملل حيث أنه لا يعرفك أيضا كما أنك تختار ألفاظك بعناية وتهتم بالأصدقاء وتسعى دوما لتكوين صداقات رائعة وهذا ما يجعلك ذا موقف إيجابي يشهد له الجميع لو كانت إجابتك تتراوح ما بين 260 إلى 320 فأنت شخص حكيم ومهارات يقدرها الجميع فالكل يعرفك من أجل الخبر والمعرفة والنصيحة فهو يعتبر من الجيد أن يتحدث معك كشخص يتصف بالحكمة والذكاء أليس كذلك؟ فأنت تعتبر متخصصا في إيجاد الحلول السهلة للمشاكل الصعبة لذا يقدرك الجميع لو كانت إجابتك تتراوح ما بين 330 إلى 440 فأنت ذا منظر جذاب ويحبك الجميع كما أنك تهتم بالموضة وتهتم بنفسك وتعلم كيف تتمكن من تحقيق ما تحلم به وليست الملابس التي تختارها هي ما تجعل الكل يعجب بك بل إنك لديك ابتسامة رقيقة تنشر الحب في قلوب الكثير من الناس تجاهك ما هي النتيجة التي حصلت عليها؟ أخبرني في التعليقات ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد نراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء